تواجه مدينة مراكش قبلة السياحة المغربية أزمة غير مسبوقة بسبب افتقادها لزوارها الذين يصلوا عددهم سنويا عادة إلى مليون بسبب استمرار تفشي ويروس كورونا المستجد في وقت ترتفع أصوات تطالب بحماية المدينة التي تختلق تعج ساحة جامع الفناء الشهيرة العائدة للقرن الحادي عشر عادة بالزوار لكن عازف الشوارع وباعة التذكرات والعرافات هجروها فيما بقيت سيارات الأجرى وعربات الجياد خالية منذ أعلن المغرب حالة الطوارئ الصحية في منتصف أذار مارس وأغلق حدوده لمكافحة جائحة كوفيد-19 على شبكات التواصل الاجتماعي تكثر الدعوات لإنقاذ المدينة وتخفيف القيود على مجيء الزوار ونظم ناشطون في القطاع الأسبوع الماضي اعتصامات عدة لدعوة السلطات إلى وضع حد لمعاناتهم تجاوبت السلطات مع طلب لاتحاد أصحاب العالمين يقوم على السماح للزوار الذين لا يحتاجون إلى تأشير الدخول بالتوجه إلى المغرب في رحلات خاصة تسيرها الشركات الجوية الوطنية على أن يقوموا بحجز مسبق في فندق ويجروا فحصين سلبيين لفيروس كورونا لكن ذلك قد لا يستمر طويلاً إذ إن المغرب سجل في الأيام الأخيرة أكثر من ألفي حالة إصابة يومياً